تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ينطلق طواف سموه للهوى للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة بتنظيم من الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية بالتعاون مع شركة فعاليات حيث سيقام الطواف خلال الفترة من الأول حتى الرابع من نوفمبر الحالي ويأتي الطواف في إطار حرص سموه على مواصلة مسيرة رياضة الدراجات الهوائية في اكتشاف مواهب جديدة من شأنها مواصلة ارتقاء رياضة الدراجات التي سجلت إنجازات متعددة في الفترة الماضية ووصول عدد من الدراجين إلى عالم الاحتراف إضافة إلى دعم الدراجين الهوى وإبراز قدراتهم الفنية وتعزيز ثقافة ركوب الدراجات الهوائية لدى المجتمع من أجل توسيع قاعدة الممارسين لها ويهدف الطواف إلى إبراز جمال مملكة البحرين ومعالمها المتميزة خصوصا أن المراحل ستشهد تنوعا في الانطلاقات والأماكن وستجوب العديد من الشوارع الرئيسية وتعزيز مردود هذه الرياضة الإيجابية على الصحة العامة وعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالفعالية حيث أعرب الشيخ خالد بن حمد بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية عن شكره وتقديره إلى سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على رعاية ودعم سموه للطواف مبينا إلى أن سموه الملهم والقائد لكافة الرياضيين وسيشهد السباق مشاركة العديد من الدراجين من داخل وخارج مملكة البحرين خصوصا من الدول الخليجية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر